بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحبه أجمعين السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات حينما نتأمل شهر رمضان وما أودع الله فيه من الفضل والخير للأمة نتبين أن أواخره هي مكتنز الفضل والخير ويغلب أن تكون فيها ليلة هي خير من ألف شهر ولكن نهاية هذا الشهر هي احتفال بعيد من أعياد الإسلام فحينما يحل شهر شوال يكون ذلك عيدا للمسلمين وهو عيد الفطر وهذا يقتضي الحديث عنه وعن حكمته وبعض أحكامه إن الشعوب والأمم كلها تعرف من أيامها أياما تسميها أعيادا هذه الشعوب تفعل ذلك بلا استثناء واحتفال هذه الشعوب بالأعياد يقصد منه مقاصد عديدة منها التذكير بالجماعة وتمكين الناس من الالتقاء وتوفير الحميمية والتذكير بالعلاقات الجامعة بين الجماعة الواحدة ثم إن هذه الأعياد لدى الشعوب تذكر في الغالب بمعاني عاشت عليها هذه الشعوب قد تكون انتصارات تقدمت قد تكون أحداثا وقعت قد تكون معاني الدينية تلتقي حولها تلك الشعوب ثم إن من مقاصد الأعياد لدى كل الشعوب الخروج عن المألوف وعن الرتابة وعما تعتاده الشعوب إلى نمط جديد من الاحتفال وتغيير الأسلوب المعيشة في ذلك اليوم من مأكل ومشرب وملبس وتصرفات هذا هو على العموم شأن كل الشعوب وحيث إن الإسلام هو في ذاته هو دين الله وهو يجاري الفطرة ولا يتنكر لها وإنما يضبطها فقد اعتنى كذلك بأن يرتب للأمة الإسلامية عيدا هو عيد الفطر وعيد الأضحى ويحمله ويشحنه بكثير من المضامين الدينية الملتقية مع التوجه العام للإسلام وهذا الاحتفال هو كما قلت مشروع وتحتاجه النفس للاستراحة من الكد من العمل من المألوف من الرتابة ولذلك دعا به الأنبياء وكان إيسى عليه السلام يدعو بذلك وقال الله مربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك فهو دعا بأن يكون إنزال المائدة عيدا تذكره الأمة وتعرف فضل الله عليها وهكذا كانت الأعياد لدى كل الشعوب حينما جاء الإسلام في هذه البيئة العربية أولا وجد العرب أيضا يحتفلون ككل الشعوب ولكنه وجد هذه الاحتفالات مزيجا وخليطا من أعياد مستعارة كان العرب يحتفلون بعيد ويوم السباسب ويوم السباسب هو أحد الشعانين عند النصارى كانوا يحتفلون به فرغم أن الكثير من العرب لم يكونوا على النصرانية وإنما كان بعضهم على النصرانية ولكن الغالبية لم يكونوا كذلك كانوا عبدة أوثان ولكنهم كانوا يستقون هذا ويستعيرون هذا أي يوم السباسب وقد ورد في شهر النابغة ثم وجد كذلك حينما دخل النبي سسلم المدينة وجد أهلها يحتفلون بيومين هما يوم المهرجان ويوم النيروز والنيروز له ارتباط بالعقلية والذهنية وبالتاريخ الفارسي وهو النيروز أي اليوم الجديد ويوم من أيام السنة فقط أي يوم جديد أي يوم من الفصول يحتفل به الناس على أساس أنه بداية سنة جديدة وما أشبه ذلك فهو زمن أساسا أكثر مما هو يؤرخ لحادثة أو لقضية هو زمن طبعا العرب كانوا يحجون وكانوا يعرفون تاريخ وقصة الحج لأن مكة هي بلدهم وكانوا يعرفون قصة إبراهيم لكن مع ذلك كما قلت كانوا يعيشون مستعيرين لهذه الأعياد بعض الأعياد وبعض المناسبات لا يصح استعارتها لأنها تنبت في بيئة ثقافية أخرى ولها جذور أخرى فالعيد حينما تحرص عليه أمه فإنها تحرص عليه لأنه يعني بالنسبة إليها الذاكرة ويعني البطولة ويعني الحادث فمثلا لو أن أمة مثلا استعارت عيدا وطنيا عيد استقلال دولة أخرى أي لو أن أمة معينة احتفلت بعيد استقلال دولة أخرى ماذا كان يعني أن تحتفل هي بعيد استقلال دولة فالدولة التي استقلت تحتفل لأنها تبين بذلك العيد أمجادها وبطولاتها وكيف تحرص من المستعمر أما أن تأتي جهة أخرى فتستعر العيد نفسه فإنه يصبح أن ذلك لا يكون له أي معنى فالأعياد دائما هي ممثلة لرؤية الشعوب ولثقافتها ولحضارتها وبالتالي فهذه الأعياد لو شئنا وطبعا يفعل ذلك علماء الاجتماع أن يركزوا عليها من أجل قراءة الذهنيات ذهنيات الشعوب فإن ذلك هي صح هناك ذهنيات كثيرة الآن في الشعوب والاحتفالات بعضها هو احتفالات كل ما يراد منه ربما هو الخروج على المألوف أو تكسير العادات وتكسير التقاليد مثلا هناك أعياد في الأرض تتم عن طريق التقاذف والترامي مثلا بالماء وموجود في بعض الديانات أيضا وتحدث عنه أدام مينس في كتابه تاريخ الحضارة الإسلامية إلى القرن الرابع وهو مذكور بتفصيل حينما يتحدث عن تاريخ وأعياد النصارى في الشرق عموما وحينما توجد في بعض الدول في شبه جزيرة إيبيريا مثلا احتفالات بالتقاذف ولكن بالطماطم مثلا يكون ذلك عيدا والناس لا يبالل أنهم يلطقون الجدران وأنهم وأنهم لأنهم قبلوا ذلك وقد تكون هناك أعياد أخرى فيها ممارسات أخرى في بعض دول الجنوب الأمريكي عيد للخصومة هناك بعض الأعياد يلتقي الناس ويختصمون ويتصافعون ويحرص كل واحد أن يسيل شيئا من الدم من خصمه لأنهم يعتقدون أن السيلان ذلك الدم هو طرد للأرواح الشريرة هذا موجود إلى الآن في بوليفيا مثلا ولكن هذه الأعياد كثيرة في الدنيا لو قرأناها لو فتحناها لو وجدنا أنها عنوين ومعبرة عن ذهنيات شعوب وعن ثقافات وحضارات الذهنية أو الثقافة الإسلامية وما أرادته للعيد شيء آخر أرادت للعيد أن يكون فيه تخفف طبعا ومتعة وراحة وترفه ولذلك دعت إلى كما سمى النبسة اليوم العيد الأضحى هذا يوم أكل وشرب فيه آكل وفيه شرب وفيه خروج على المألوف في بعض الممارسات ولكنه أيضا عيد في العيد في الإسلام لا ينفصل عن توجه الإسلام العيد ممتزج بعبادة فما من عيد في الإسلام إلا وله طبيعة من العبادة هو يبدأ بعبادة هي عبادة الصلاة صلاة العيدين سواء كان الأمر يتعلق الأمر بعيد الفطر أو بعيد الأضحى يبدأ العيد بالصلاة وبالتكبير وبالتحميد حينما يحتفل الناس بعيد الفطر فعيد الفطر أساسا هو بمثابة عيد الشكر كما يسميه كما يحتفل به مثل الأمريكيون عيد شكر الله على أن وفق إلى الصيام وإلى قيام وإلى قراءة القرآن وإلى البذل والإنفق لا شكأن الذي لا يصوم رمضان لا يعنيه أمر العيد لا يحتفل بالعيد لأنه أصلا لا يشعر لذة الاحتفال بالعيد لو احتفل مع الناس مظهريا لكان إنسانا يغالط نفسه في الحق فاحتفال الناس وعمق الاحتفال والفرح بالعيد آت من الإحساس بالنجاح في أداء مهمة الصيام وما احتف بها وما رافقها من العبادات والطاعة فهو عيد لشكر الله ولكن هو عيد أيضا يدل على الاستمرار أي إن رمضان حينما ينقضي لا يعني ذلك أن العلاقة بين الإنسان والخالق تنقضع بل هو دخول في نوع آخر من العبادة فهو إذا أنهى عبادة الصيام فقد دخل في عبادة أخرى هي الصلاة صلاة العيدي ودخل في عبادة أخرى هي الزكاة وهي زكاة الفطري وزكاة الفطري ربما الناس ينظرون إليها على شأنها نظر قليل الإسلام لا يهتم بقيمتها المادية بقدر ما يهتم بشيء آخر وهو ما تدل على زكاة الفطري لو قورنت بزكاة الأموال لقيل إن زكاة الفطري أهم لأنهم حينما يتحدثون عن واعي الزكاة يقولون إن الزكاة التي يبذلها الإنسان زكاة المال هي زكاة عن ماله أما زكاة الفطري فهي زكاة عن بدنه أي يزكي إنسان بدنه بدن فيه العافية فيه الحياة فيه الصحة فيه نعم كثيرة فوإذ يخرج تلك الزكاة يزكي ذاته كأنك حينما تزكي بدنك يكون ذلك أهم من أن تزكي مالك أو بقرك أو زرعك وما شبه ذلك لأن البدن هو أهم الحياة كلها تزكي طبعا هي ليست شيئا كثيرا ولكن العلماء يسمونها زكاة البدن ليست زكاة المال زكاة البدن هي زكاة الفطري إذن أقول حيثما قلبت نظر في عيد الفطر تجده عبادة من العبادة عبادة ممزوجة بمرح ممزوجة بفرح ولكن الفرحة والمرحة إنما هما سبب أو إنما ناشئان عن الإحساس بتوفيق الله تعالى للإنسان أنه صام رمضان وأنه بذل جهده في القيام وأنه فعل ما فعل إذن فهذا هو المضمون الذي تدور فيه الآية أما حينما يعتبر الإنسان أن العيد هو دخول في الله في الله تدي بمعنى حينما صلى وأنه أنه بعد اليوم العيد لن يصلي بمعنى أنه لم يفهم في دينه لا قليلا ولا كثيرا الإنسان لا يصاحب الدي لا يتعامل مع الله بهذه النية الفاسدة لأن هذه النية معلومة لله قبل أن يشرع فيها الإنسان فمن كان من نيته أنه سيصوم وأنه متجاء العيد أنهى كل شيء وعاد إلى معاصيه السابقة وعاد إلى معاقرة الخمر وما أشبه ذلك فقد أساء ظن بالله كأنه ظن أن الله ليس مطلعا على نيته فهو بالتالي يتعامل بهذه الازدواج إذن العيد استمرار في العبادة استمرار في الحياة بطريقتها السابقة بوتيرتها ولكن التدين دائما حاضرا ومحافظة على الشعائر ومحافظة على العبادة تبدأ دائما مستمرة لأن أصل التعامل مع الله هو سلامة الضمير وسلامة القلب أما إساءة النية وإساءة الدخيلة فطبعا ليس ذلك من الدين في شيء والله يعلم السر وأخفى على كل هذه العبادة تحتاج منها إلى بعض الإشارات إلى ما يطلب منها فقهيا فيوم العيد يوم كما قلت للتزين والتجمل وللظهور بمظهر فلذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل يوم العيد وهو يغتسل والاغتسال مستحب لكل يوم يكون في اجتماع الناس الكثير لأن ذلك يجعل الإنسان مؤهلا لأن يجتمع من الناس من غير أن يؤذيهم برائحة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في يوم العيد وكان أيضا يلبس لباسا جديدا يوم العيد وكان له لباس خاص وهو كان يلبس الحبر اليمانية أي لباس المخطط كان معروفا أن لباس العيد بالنسبة لي لباس معين وكان يلبس برودا عادية ولكن في يوم العيد كان يلبس هذه البرود المخططة وكان يعتني بها وهذا من اعتنائه صلى الله عليه وسلم بجماله وكان صلى الله عليه وسلم حينما يخيط هذه البرود كان البرود اليمانية هي أفخر للبرود التي تنسج في اليمن ولكن حينما كان يريد بعض المرات أن يخيط هذه البرود كان ربما قيل أن يبعث بها إلى خياط في بني النجار كان يبعث بها كان يتقن الخياطة فلم يكن يخيطها عند أي إنسان أي للنفس كان معتنيا بهذا المنظر وكان يقول ما لأحدكم أو ما بل أحدكم لا يكون له ثوبان ثوب لمهنته وثوب لجمعته ولعيده أي كان يصب أن يكون الإنسان ثوبان ثوب لمهنته وثوب لجمعته ولعيده الفقهات تحدثوا عن اللون الأجمل أو الأفضل فقالوا هو البيض بالنسبة الليل وإذا كان لديه ثوبان مستويان في الجودة فالأبيض أفضل إذا كان الأبيض أقل فغير الأبيض يكون أفضل أي ما هو أجود قد يكون أفضل ولكن على العموم يبقى دائما أن هذا منظر البيض قد يقول إنسان هذا ربما تمسك أو تشدد أو أخذ بالضع لا أنا حينما أرى أن حينما يجتمع الآن في مكة الملايين بلباس واحد بلون واحد لا يتفق هذا إلا في هذه الأرض إننا حينما نرى مثلا أمما شعوبا تلبس لباسا واحدا في الإحرام ويظهر هذا وينبهر به الناس لأنك لا يمكنك أن تجمع الناس في أي مكان آخر على هذا العدد على هذا السلوك ولا تستطيع أن تجمعهم على لون واحد لأن البعض قد يأتيك باللون القاني الأحمر ويأتيك الأخر بالأصفر لأنها تقافتها فيها اللون الأصفر وقد يأتيك ناس بألوان ولكن في هذه الحالات يكون هناك توحيد هذا التوحيد في اللباس هو سمم الشعوب العريقة في الحضارة نرى الآن شعوبا متحضرة ولها عراقة ولها تاريخ في اللباس مثلا بالنسبة لبعض الشعوب في أوروبا الإنجليز مثلا يحافظون على بعض التقاليد القديمة التي تنتمي إلى قرون سابقة لا يسأل أنهم لا يفهمون الحاضر أو أنهم يريدون أو يحنون الماضي أو دائما لهم كما يسمونه بالنستالجيا إلى الماضي لا هذا معناه أنهم يثبتون أنهم كانوا حاضرين وأنهم يكونوا غائبين في بعض المرات نرى أن نحتفع بعض القاعات للبرلمانات لبعض الدول هي قاعات صغيرة وبكيفية ليست بقاعات مثل قاعات التي لشعوب أخرى هي طارئة في الحضارة والديمقراطية تماما هناك شعوب لم يكن لها الديمقراطية فحينما حلت بها الديمقراطية وضعت بناية فخمة وهي أصلا تكون تعرف أما هؤلاء الذين يحافظون على القاعات القديمة جدا فلأجل أن يذكروا أن الديمقراطية فيهم قديمة ولذلك لا يغيرونها ولتكون لها رمزية وقيمة كبيرة جدا من أجل إعطاء هذه الإشارات فلذلك ما شكلي يرتب ذلك بما هو معنوي ما هو حقيقي وما هو جوهري ولذلك أقول هذا أمر مهم جدا حينما نرى العيد الناس يخرجون في العيد باللباس الموحد وخصوص بالنسبة للمغرب حقيقة حينما تقريب تأترى والذي يراه من الخارج غير الذي يراه من الداخل ويرى أن الناس يشتبهون في لباسهم في ألوان هذا اللباس فيما يضعونه على رؤوسهم حقيقة يكون ذلك مدعاة للاهتمام بهذه الشعوب التي لها هذه الرغبة في المحافظة على هذا ولو أنه زي ولكنه يدل على ذهنية ويدل على عقلية ويدل على رغبة في التأنق وفي التجمع وفي الالتقاء ولو على مستوى المظهر في هذه الألم إذن فهذا جزء مما يمكن أن يأتيه الإنسان ثم أن الإنسان يستحب له أن يزور وقد زار أبو بكر كما هو في الحديث بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد وهذه العيادة هي مطلوبة عيادة الناس وعيادة الأقارب وصلة الأحام هي دائما مطلوبة في كل الأحوال ولكنها في العيد مهمة وكانت هذه الزيارة حينما كان الناس يهتمون بهذه الأشياء كان الناس يهتمون بهذه الأعياد وكانوا يطحبون أبناءهم إلى الأسر فكانت الأسر دائما يعرف بعضها بعضهم لكن حينما يأتي الإنسان يكبر الإنسان لا يعرف أن له عم أن له ابن عم أنه لأنه في يوم ذلك في اليوم جاءت فكرة جديدة أن الناس يجمعون أبناءهم ويذهبون بهم إلى فندق من الفنادق لأنهم وجدوا ما يؤدون به ثمن الفندق أهم من الفندق أن يزور ابنك أخاك وأبناءك لأنكم تمثلون جماعة تمثلون أسرة تمثلون كيانا هذه الفنادق لها وقت آخر أما يوم العيد فيوم تلقين هؤلاء كل القيام التي يعيشونها كيف إذا لم نحقن هؤلاء الأبناء بمعنى العيد كيف يعرفون قصة إبراهيم وما كان منه وقصة التضحية وقصة الفداء إذا كان إسماعيل تريد أن تذكر قصة إسماعيل وتقول إن إسماعيل حينما وقع منهم عرض عليه وعرض عليه قال يا أبتي فعل ما تؤمر فأنت تعطي ابنك أن يقول لك يا أبتي فعل ما تؤمر يوما ما ستسأل ابنك يوما ما تريد ابنك أن يطاوعك ولكن تكون قصة إسماعيل عليه السلام قصة حاضرة شاخصة على كل فالعيد فيه دروس وعبر كثيرة أما التفكير في الاسترخاء وعدم تحمل العناء وكذا وكذا فهذا ليس أبدا سليما وليس ممكنا لاستمرار فيه إلا إذا كنا لا نبالي بحقيقة المحافظة على الأمة وعلى كيانها وعلى تماسكها وإذا كانت الأشياء تهون عندنا بهذه السهولة وكنا لا نعرف مدى يمكن أن يترتب عن هذه لأنواع من الإيمانات هناك أيضا في هذا العيد زكاة هي زكاة الفطر كما أشرت إلى ذلك ويسنة واجبة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجها من يملك قوت يومه ويسند بها الآخرين ويقدمها من غالب قوت البلد وتخرج في الفقه المالكي أي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ويمكن أيضا تقديمها بنحو يومين وكان هناك بعض المداهب بعض الحنفية والشافع يرون أنه يمكن تقديمها ولو في بداية رمضان وكان الحنابلة يرون أنها يمكن أن تقدم حتى قبل رمضان على كل الأصل فيها أنها تجب وجوبا بغروب يوم الشمس والأحكام كلها المترطبة مترطبة على هذا الأساس أي على أحكام الغروب فإذا لم يدرك الإنسان الغروب لا تجب عليه إذا مات قبل ذلك أو إذا ولد بعد الغروب وما شبه ذلك من الحالات التي يذكرها الفقهاء عند هذا الحد أتوقف وأستقبل أسئلة السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات أنا سيدة مقيمة في الخارج سؤالي هو هل يجوز أن أقرأ القرآن الكريم في البيت دون حجاب؟ إن قراءتك القرآن في بيتك هي طاعة لله تعالى وإذا أمكن أن تكون القراءة على وجه أكمل فهذا من تمام تعظيم شعائر الله أن يكون اللسان ذكرا كان أو أنثى حينما يقرأ القرآن متهيئا مستقبلا متوضيا فذلك من تمام التعظيم لكن إذا قرأت أنت القرآن وأنت في بيتك ليس معك آخر شخص آخر وربما تقرأين وأنت تقومين ببعض الأشغال المنزلية فهذا جائز أيضا ما دامت الآخر أو الأجنبي غير موجود معك وأنت تقرأين لأنك تريدين أن تقرأ القرآن في كل أحوالك خاصة أن كنت تحفظين جزءا منه وتريدين تكرير ذلك الجزء فلا بأس بذلك والله أعلم أريد بعض التوضيحات في موضوع الطلاق ذلك أن زوجي كلما ألم به الغضب الشديد إلا وخاطبني قائلا ابقي في بيت أبيك واعتبر نفسك وكأنك مطلقة هو يقول هذا الكلام دون نية الطلاق فهل أعتبر طالقا بكلامه أظن أن هذه الحالة تحتاج إلى توضيح أكبر أولا نحن حينما نرى أن الناس يعقدون زواجهم في الغالب لا يعرفون شيئا كثيرا عن أحكام الزواج وبالتالي لا يعرفون شيئا تاما في هوم الطلاق سمعنا بعض الأشخاص يطلق هو كأنه يلقي التحية على آخر لا يعرف معنى الطلاق إلا أنه سمعه ولكنه لا يعرف له أي حكم نحن نريد مثلا من المجتمع من القائمين على التوجيه عموما أن يهتموا بهذا الأمر قبل أن تعقد هذه العقود عقود الزواج أي يجب أن يدخل الإنسان بيت الزوجية وهو عالم بالحدود الشرعية لبيت الزوجية حتى لا يقع في المحظور سواء وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق هذا أيضا من تبعات الزواج هو حالة فك العسمة ولكن الذي لا يعرف العسمة أصلا لا يعرف الزواج لا يعرف حقوق الزوجة وحقوق الزوج الناس في المرات يتقون فقط لقاءا اجتماعيا لا يعرفون شيئا كثيرا من هذه التبعات هذا الأمر هو الذي يؤدي إلى هذا هو يقول بأنه لا يفكر في معنى الطلاق لا يعرفه أصلا لا ينويه لا يعرفه هذا خلل كبير في تصوره وبالتالي فأنا إذا صح أنه لم يكن يعرف شيئا من الطلاقي ولا من أحكامي يجب أن يعلمت أن الطلاق هو فصم لهذه العلاقة وأنه له أن يطلق أولى وثاني وأن في طلق الثالثة يكون بائنا بيننا كبرى يجب أن يعلم هذا أولا قبل لأن دائما لا بد من بلوغ الدعوة ولا بد من بلوغ العلم وكثير من الشباب وكثير من الناس لا يعرفون أن تلقى أنها كلمة وداعا تهى الأمر فقط ويمكن يمكن التراجع فهذا نتحقق منه لكن في الظروف العادية حينما يعلم الإنسان الطلاق ويعرفه هو يتأكد من معرفته ويكون على بينة منه فلا بد أن تجرع عليه أحكام الطلاق بمعنى أنه إذا قال الرجل لزوجته هي طالق كلمة الطلاق كلمة صريحة لا تحتاج إحتى إلى استحضار النية نحن لا نسأل الإنسان ماذا قصدت إذا كان قد قال طلق ربما يكون هذا الإنسان لم يهتأ وهو يعرف الأحكام لم يقصد الطلاق وإنما قصد فقط أن يخيف الزوجة أو كذا فهذا الطلاق يلزمه قضاءا لأن الطلاق سمع والطلاق عبارة لا تحتاج إلى تأويل لكن إذا كانت الكلمة التي قالها لا تحتمل الطلاق وغير الطلاق كأن يقول لها ذهبي إلى أهلك أو تأيدي عني وما شبه ذلك في هذه الحالات يقول الفقاء إنه ينوى أي يسأل عن نيته ماذا قصدت بنيتك فإذا قال قصدت كذا فله ذلك وإذا قصد ذلك فيبقى دائما في هذه الحالة هو المسؤول أمام الله ماذا قصد بذلك ولكن حينما تكون الكلمات صريحة في كل الأشياء إذا إنسان مثلا قال لي آخر سب آخر هل يقول له ماذا قصدت بسبك سبهه فيزعجه انتهى الأمر فلذلك أقول إن باب الطلاق باب يجب تنبيه الناس إليه لأن خللا كثيرا يعتريه بسبب عدم علم الناس بالطلاق وبأحكامه فالحالة إذن تعود إلى أو جواب يتعلق بالحالة الحالة الأولى هي أنه لا يعرف عن الطلاق ولم يسمع بأحكامه فهذا أرجو أن يعلم وبعد ذلك تجري على أحكام الطلاق أما إذا كان عالما وعارفا بأحكام الطلاق وربما درسه في المدرسة ودرسه في بعض الكتب وهو إنما يريد أن يقتحم هذا الباب فهذا قد طلقت القاتل كثيرة وزوجته تبين منه وتحرم عليه لأنها تجاوزت فلتحله حتى تنكح زوجا غيره والله أعلم أنا شاب أبلغ من العمر 27 سنة لدي شهادات عنية لكنني لم أحصل على عمل بعد ومع ذلك لم أقنط من رحمة الله ولم أنقطع عن الدعاء في صلاتي فضيلة الدكتور ما حكم من يقنط من رحمة الله خصوصا في وضعية البطالة مع ما قد ينتج عن ذلك من انحراف في السلوك السؤال الذي يقدمه هذا الشاب سؤال عميق ووجيه ويقول بأن له شهادات عليا وأنه لم يتمكن لحد الآن من الحصول على عمل سنه السابع والعشرون نرجو أن يكون لديه متسع وفرصة كذلك لأن يحصل بإذن الله على عمل ومع ذلك أقول أن الإنسان يجب أن يوسع دائرة النظر ويبحث فكثير من الأشخاص إنما يركز على قطاع معين أو على جهة معينة فإذا لم يجدها وجد أنه اعتبر أن العمل كله غير موجود في حين أن الآن هناك رحابة وهناك توجه وأن حتى إمكانيات في بعض المرات استدراك تكوين بل أن بعض المرات هناك تكوينات من البداية كانت تؤدي إلى الأزماء تكوينات ليس لها أفاق في سوق الشغل فقد يقع هذا ولكن بالإمكان الآن استدراك هذا عن طريق تلقي دروس في بعض المهارات وبعض الأشياء والناس حينما يبدأون بيكون الرغبة لديهم أكيدة وأنهم لا يقتصرون على نوع من العمل ولا يرون عملا آخر هو دون مستوهم فالغالب أنهم يجدون في ذلك شيء كثير وقد يتوجهون إلى أعمال حرة إذا استطاعوا ذلك وكانت أسرهم معهم المهم أن الإسانة لا يسجن نفسه في وضعية معينة بل يجيب أن ينطلق هذا الأمر قوله إنه لا ييأس ولا يقنط من روح الله ومن فرج الله هذا هو الشأن في الإنسان المؤمن هذا الإنسان المؤمن لا ييأس ولا يقنط من روح الله لأنه لا يقنط ومن يقنط من روح الله إن القوم الكافرون فالكفر وعدم العلم بحقيقة التوحيد والسند الإلهي هو الذي يجعل الناس يقنطون وييأسون والإسلام حينما جاء بهذه العقيدة القوية درأ عن الإنسان هذا الأمر وهو اليأس والقنط حينما ينعدم الإيمان يأتي مباشرة القنط لأن الإنسان يتصور أنه هو الذي يسير العالم وأن كل شيء يند منه هو مسؤول عنه وبذلك حينما تبدأ احتى انتحارات انتحارات في العالم الغربي وفي العالم الإسلامي أنا أرى في العالم الغربي لها معنى وهو معنى الخلاء والفراغ وعدم اعتقاد وجود السند وعدم اعتقاد وجود الإله ولذلك هؤلاء الذين لا يؤمنوا بالله لا يرجون شيئا وبالتالي فإنهم يرون أنهم يتحملون كل مسؤولة فقد ينتحر الإنسان لشيء تافه أو أتفهم تافه بالنسبة إلى بعض الدول الإسلامية الآن أصبحت انتحارات تتم فيه بناء على العقلية التقليدية أيضا ليس على بناء على أنا لا أقول أن جميع الذين ينتحرون لا يؤمنوا بالله بل هم مقلدون هؤلاء يقلدون لأن هذا الانتحار أصبح أسلوبا في الاحتجاج في جهة أخرى فهم يقلدون من هذا الموقع أي حينما تستقل الإنسان بطريق تفكيره وبطريقة في الاحتجاج وبطريقة في التصرف يرى أنه ليس بينه وبين هذا الأمر صلاة ولا يمكن أن يؤدي أي تناقض أن يكون مؤمنا بالله أن يصلى عليه أن يرجو اليوم الآخر وهو في نفس الوقت يقدم على عمله فيه إنهاء الحياة وفيه معصية كبرى إذن هذا النوع من الاختلال سببه كما أرى ليس هو انعدام الإيمان بتأكيد أن هؤلاء تجدهم قد كانوا مؤمنين ولكن سببه أن الناس احتجوا بشيء فكلما احتج الناس بشيء يجب أن نقلدون في الاحتجاج احتوالوا لك أن ذلك الاحتجاج سخيفا كما نرى في بعض الحالات الاحتجاج التي يقال فيها إن هذا الاحتجاج هو تمرد على المجتمع كيف يكون الاحتجاج تمرد على المجتمع إذا كان أصلا مرتبطا بمجتمع آخر الاحتجاج بهذا النوع هو وقوع في إصار المجتمعات أو في تقاليد أخرى الاحتجاج الذي يتمرد بالإنسان المجتمع هو الذي يبتكره من نفسه من ذاته يخترعه لا أن يتلقى لما حينما يلقى فلن يكون إلا مقلدا وانتهى الأمر هذا الأمر أقول إن هذا الشاب يحافظ الحمد لله على هذا الرجاء في الله تعالى وذلك هو شأن المؤمنين والله تعالى دائما يبسط لعباده الرزق والخير في متى شاء ودائما هناك الفرج بعد الشدة وكان دائما المسلمون يعتقدون بأن الشدة لا تدوم اشتدي أزمة تنفرج كان على الإمام علي يقولها كرم الله وجهه اشتدي يا أزمة تنفرج وبلن نحوي وضع على هذا كتاب منظومة اشتدي أزمة تنفرج قد آدن ليلك بالبلجي والناس يعتقدون دائما أن هناك الفرج الذي يأتي بعد الشدة والناس في بلادنا كانوا دائما يرددون هذه القصائد التي تبعث مع الأسف الشديد لأن الناس حينما يفقدونها ولا يقرؤونها يفقدون أيضا معانيها كان هناك الناس العاديون كانوا يقرؤون بعض الأدب الشعبي لمحمد مثل بهلول الشرقي وكانت هناك قصيدة معروفة الناس يعرفون اسمها يسمونها الفياشية وفيها هو رجل كان هو رجل المغربي كان يكاد يكاد الوليد لها أن يشي فما أصبح الصبح حتى أتى من الله نصر وفتح قريب إلى غير ذلك من الأشياء التي تدل على الإنسان لا يحمل متاعب ولا يحمل مشاكل العالم على عتقه لأنه لا يستطيع ذلك فذلك دائما الرجاء في الله خصوصا للشباب شيء مهم جدا خصوصا حينما تأتي هذه الصعوبات الآن العالمين هناك صعوبات وأزمات ونسمع ما نسمع من الأشياء نريد للإنسان أن يكون قوي شعوبنا الإسلامية مرت بأسوأ المراحل بحالات من الجفاف كبيرة جدا أي شعوبنا القديمة مرت بحالات من الفقر بحالة من الفقر المدقع التي أكل الناس فيها الحيوانات وأكلوا القطط ومع ذلك كانوا يحافظون على الحياة أما أن يكون الإنسان هكذا سريع الغضب سريع الضجر وأنه يغادر هذه الحياة وأنه يعلن عن رفضه للحياة وما أشبه ذلك فهذه ثقافة لا يؤيدها الإسلام ولا يقبل بها أن تكون ثقافة للإنسان المسلم لأن المسلم له ثقة في الله وفي فرج الله تعالى وهذا المعنى الذي يجب أن نشيعه الآن في الناس حتى نحفظ لشبابنا خصوصا حياتهم وحتى نعلمهم أن الحياة كبيرة وأنها لا يمكن أن يضحي بها لأن كل ما سوى الحياة أهون منها والله أعلم صليت صلاة العصر ولم أذكر عدد الركعات التي صليتها فهل أسجد سجود السهوي قبل السلام أم بعده هو الأصل في هذا الإنسان الذي يصلي ولا يدري كم صلى يدرك ذلك في صلاته فلا يعلم كم صلى أولا حينما يكون هذا الإنسان قد اختأ شك في أن كان صلى ركعتين أو اثنتين فالأصل فيه أن يبني على اليقين أن يقول إنما صليت اثنتين له واليقين ويضيف الثالثات ثم الرابعة إذا كان الصلاة الربعية إذا كان هذا الإنسان ممن يعتريه ممن يعتريه هذا الشك دائما يسمى مستنكحا فهذا يبني على الأعلى ثلاثين أو ثلاثات ثلاثة أو أربعة أربعة وسلم بمعنى حتى لا يتركه للوسواس سبيلا إلى التغلغ في نفسه وهذه حالة أخرى وبعض الفقهاء يقول إذا كان كثيرا الوسواسة يعني تريه الوسواس في كل صلاة يصلي مثلا بالأعلى أي ثلاثة أو أربعة يعتقد أربعة وسلم يمشي حتى بعضهم يقول حتى هذه السجود لا يلزمه لأنها حالة مرضية هذه حالة خاصة ولا يمكن أن يدفع بالإنسان إلى أن يتغلغل فيها لأنه صعب أن يخرج منها الإنسان إذا كان كذلك إذن فهذا هو الأصل فإذا شك في النقص والزيادة هل زاد أو نقص فإنه يسجد سجودا قبليا إذا كان يشك هل زاد أو نقص أي إذا كان في الأصل هذا السجود القبلي إذا ذكره الإنسان فورا بعد الصلاة أي بعد أن يسلم قبل أن يقوم يمكنه أن يحيله ويجعله بعديا لكن إذا كان هذا الشخص قد غاضر المكان وانتهى الأمر ولم يسجد السجود القبلي فصلاته تلك ناقصة ناقصة من حيث إن السجود القبلي لم يفعله وبالتالي فإنه يعيد آه الله أعلم أنا أقيم في المغرب لوحدي وزوجي يقتن في الديار الإسبانية حيث يرسل للمال لشراء أضحية العيد هل يجوز لي عدم ذبح الأضحية والاكتفاء بشراء اللحم من الجزار علما أن زوجي هو الآخر لا يذبح الأضحية في بلاد المهجر المقصود من العيد ليس هو اللحم وبالتالي إذا لم تضحي هذه فلا حاجة أحتى إلى اللحم إذا شاءت لا تتكلها الأصل هو أن يكون للإنسان قدرة على الأضحية ذبح الأضحية فإذا توفرت له فإنه يفعل ذلك لذكرت فيما سبق أن الأبناء حينما يرون هذا السلوك سلوك مجتمعي ينغرسون في أمتهم يعلمون أن هذه الأشياء ليست أشياء ثانوية في حياة الناس أو ليس المقصود منها هو اللحم اللحم في كل أيام السنة يمكن للناس أن يأكل ولكن هذه شاعرة حينما يذبح الإنسان هذه الأضحية يتوجه بها بعبادة وبدعاء وحينما تنزل تلك الدماء منها تقع من الله كما وقع بمكان والله تعالى يغفر لهؤلاء الذين يضحون بعدد هذه شعور أو أصواف هذه ففيها فضل كبير هذا حينما نحكم السنة حينما نتحدث عن شيء اسمه الدين أما حينما يفكر الناس كما يشاءون فقد لا يضحون وقد لا يفعلوا شيئا لأنهم دائما يفكرون في التخفف وإذا كان الزوج لا يضحي وأنت لا تضحين وعندكم إمكاني للأضحية فمن يضحي إذن هذا صاحب المال لا يضحي هل يضحي آخرون من الفقراء من الذين يتسولون من أجل أن يضحي طبعا لا إذن ما دمت هذه السيدة بإمكانها وأولادها ربما أساتها حاضرة معها فإنها تضحي وتتقرب إلى الله بالأضحية ولا شأن لها بقضية اللحم لو شاءت أن تضحي بهذه الأضحية وتتصدق بها كلها لما كان ذلك إلا قرب إلى الله أما اللحم فهل سوى المقصود المقصود هو القربة وهو العملية وهو الرمزية التي لذبح الأضحية ياه الله أعلم ما تخطيب فتاة قبل كتابة عقد الزواج فهل هي مطالبة بالعدة الشرعية حدادا عليه علما أن الفاتحة قرئت أثناء خطبتهما هذا السؤال في حقيقة مشكل مشكل من أوجه إذا قلنا بأن عليها العدة مثلا لأن المرأة التي يموت زوجها قبل الدخول بها عليها العدة إذا كانت مطلقة شيء وذا توفي عنها فإنها تعتد ولو قبل الدخول نعم لكن هذه إذا قلنا إن عليها العدة فسؤال آخر هل تريته أم لا تريته إذا كانت معتدل على سنها زوجته وإذا قلنا إنها زوجته فمعنى ذلك أنها لها حقا في الإرتي هل هذه الأسرة التي الأخرى أسرة هذا الفتى الذي توفي الخاطب ستسلم بأن هذا كان زواجا تقول لم نكن قد فعلنا شيئا وللتالي فستتصدها عن الإرتي بالتأكيد لم تقبل منها هذا بهذه السؤال لماذا؟ لأن هذه الأسرة في بعض المرأة الأسرة تعتبر الخطبة مجرد خطبة الخطبة في حقيقتها ليست زواجا المدونة السابقة كانت تنص على ذلك كانت تقول الخطبة وعد بالزواج وليست بزواج ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف ومتبادل لهذا هذا كنصا قديما إذن فينست بزواج لكن في بعض المرات لا يتعامل الناس معها أنها مجرد خطبة بل يتعاملون معها على أساس النواج فيسلمون تذهب المرأة مع هذا مثل يكون هناك عقد عرفي فاتحة وصداق وكذا ثم تذهب المرأة مع الزوج وبلا عقد ويعاشرها معاشرة الأزواج والأسرة تنظر في ذلك وإنما ترجع شيئا من ذلك أو تؤخر ذلك إلى فرصة أخرى فهناك ارتباك في فهم الخطبة هل هي زواج أم ليست بزواج فبعض من يفهم أنها خطبة يبقى على حدود الخطبة بعض من يرى أنها تجاوزت الخطبة إلى معنى الزواج فإنهم يتصرفون وكذلك فإذا كانوا من هذا القبيل تصرفوا على أساس أنها زواج فهي زواج وبالتالي تجب عليها العدة وتجب عليها كذلك يحق لها أن ترت إذا هم آمنوا بذلك وسلموا بذلك وقالوا هذا الذي وقع لكن في بعض المرأة الأسرة حينما يكون القضية قضية إرتهم لا يبالون أن تأتد ولا تأتد لكن إذا كان له منزل المتنم ترت فيه فإنهم غالبا ما يلجأون إلى المظهر ويقولون نحن ليس بيننا وبين هذه السيدة عقد والسيد هذا الذي توفي لم يكن زوجا لها ولا كان يريد البقاء معه ربما كان يريد انفصال هذا يقع في الأسر فلذلك هذه كما قلت حالة مربكة سببها عدم الوضوح سببها عدم تحديد فهم الخطبة في الأسر لكن إذا كانت الأسر تريد أن تعرف هذا حقيقة الشريعة الإسلامية إذا عاملتها على أساس أنها امرأة زوجة وكانت تذهب وكانت تذهب معها ويبيت معها ويسافر معها فيزوجها فإذا لم يكن هناك شيء يثبت وثيقة تثبت فالحقوق هذه لا تثبت تتأمن بالوثائق بل تثبت بالإيمان بالذمم هناك مادة تشبه هذه الآن لا أريد الآن شراء إليها في المدونة فيها نوع من جعل الخطبة شيئا يشبه الزواج إذا كانت تمت الخطبة وتم العقد وإنما منع منه ظروف منعت من توثيق الزواج على كل حال هذا السؤال له هذه الصورة التي لا يمكن الإجابة فيها بجواب واحد إنما أجيب بجوابين بناء على وجود حالتين والله أعلم هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل أوانها أي قبل أن يمر عليها الحول هذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء وبعض الأشياء لا تجوز قطعن بحل زكاة المواشي وزكاة الزروع هذه دائما الله تعالى قلواته حقه يوم حصادي فلا بد من أن يؤتابه في يوم الحصاد ولكن زكاة الأموال اختلف فيها وهناك مذاهب ثلاثة مذهب الشافعي والحنفي والحنابلة والحنابلة توسعون أكثر فيقولون أنه يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها بسنتين اعتمادا منهم على أنه ستصل مع التعجل زكاة عمه العباس ولكن بالنسبة للمالكي يرون أن هذه الزكاة تؤخر إذا قدمت فإنما تقدم بمدة قليلة بنحو شهرين تقريبا هذه الزكاة المال والعبرة في النظرية هو الجمع بين هذه الأشياء إذا كانت الظروف عادية وكانت الأشياء عادية فإنها تترك إلى وقتها ليمكن تجميع الزكاة في وقت واحد لأن إذا تجمعت في وقت واحد يمكن أداء بعض الوظائف بها ويمكن احتى استبارة أن كانت هذه الزكاة لأنه حينما يأتي متى بالنسبة إلينا محرم ولو أنه ليس شهر جميع الناس ولكن حينما تجمع يكون هذا مفيدا ولكن حينما يقول إنه الزكاة منذ سنتين ويقول الآخرنا زكيتم منذ ثلاث سنوات يضيع مظهر الزكاة تقريبا ولكن حينما يكون الإنسان أمام أشياء فيها ضرورة كوجود مثلا شخص في حاجة إلى عملية جراحية أو في حاجة إلى دعم مثلا للدراسة أو ما أشبه ذلك من الأشياء فتقديموا هذه الزكاة في هذه الحالة بناء على هذه الحاجة أو الضرورة إذا كان الضرورة فهي أكبر حينما يوجد مثلا طيضانات وكوارد عند المسلمين لا مانع من يقدم الإنسان الزكاة عن سنتين من أجل أن يعينهم أن يغيطهم لأنهم في حالة لا تنتظر لهم لا ينتظر سنتين ولكن في الظروف العادية تترك الزكاة إلى وقتها ويفكر الإنسان في إخراجها ويجمع الناس في إخراجها ويعطونها في شكل مشاريع خصوصا المشاريع التي تقصد إلى رفع المعاناة عن الشباب من البطالة مثلا لو جمعت الإسكان الناس دعم العمل الاجتماعي دعم المؤسسات الاجتماعية لو فعلنا ذلك لكان أولى من نثرها وبعثرتها هنا وهناك بحيث لا يبقى لها لا بد أن تؤدي هذه الزكاة وظيفتها للحضارية لا بد أن ندعم بها التعلم ندعم بها المعرفة ندعم بها الحاجات التي يحتاجها الإسلام من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأشياء التي تفيد في زكاة فيها أكثر مما تفيد مما لو بعثرت أو نثرت وأعطي منها هذا شيئا والآخر شيئا فلم ينتهي الناس إلى غاية موحدة الله أعلم عند هذا الحد أتوقف وأسأل الله تعالى أن ياذن بلقاءات أخرى وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موسيقى